أهلاً وسهلاً بكل مشاهدي قناة التغيير أرحب بكم من جديد وأنا ألتقيكم ببرنامج من برداد الذي سيأتيكم من الساعة الثامنة إلى الساعة العاشرة بتوقيت برداد بسبب الظروف التي نمر بها والإجراءات التي تتخذها الحكومات والدول من حضر التجوال وقائي وضروري لمواجهة فيروس كورونا بعد أن تعطلت الحياة في كل أرجاء المعمورة والعالم كله يقف مذهولاً وحائراً أمام حرب جديدة لم تشهدها الأرض من قبل اليوم كل مصالح الدنيا واقفة اليوم حضر التجوال اليوم تهديد للبشرية بوجودها من قبل فايروس صغير لم يراه العلماء حتى في المجهر اليوم الكل يتسابق ويريد أن يمنح الحياة فرصة للعيش من جديد هذه الظروف التي نمر بها والعالم كله هذه الأيام يستدعي منا أن نفهم ونعرف ونتعلم من الدروس البليغة والكبيرة التي نحياها في هذه المرحلة العصيبة من عمر الزمن والحرب التي نعيشها هي حرب غير مألوفة كلكم كنتم تسمعون عن الترسانات النووية والأسلحة الكيميائية والبيولوجية والفرقاطات وأف ستة وثلاثين وطائرات الأواكس وسباق التسلح النووي والعقوبات التي تفرض على الشعوب هنا أو هناك لأنها تحاول أن تمس الدولة الكبرى أو الاقتصاديات الكبرى اشتاحها فايروس وكل هذه الأسلحة حيدت تماما لم ينظر العالم مثل ما أجدت البارجات ومثل ما أجدت الفرقاطات ومثل ما أجدت الطائرات اليوم نحن في حرب عالمية ثالثة أقسى من الحرب العالمية الأولى والثانية الآن العالم كله يقف في جبهة واحدة والفايروس الفاتك يقف بجبهة أخرى والأسلحة التي كان الناس والعالم والمليارات التي أنفقت وحرم منها الفقراء صارت دبابات وطيارات وكيميائيات وصارت بارجات وصارت قناب النووية صارت ما تسوالها دينار والعدل الذي نقاتل أو يقاتله العالم اليوم صار السلاح الوحيد الذي نستخدمه لو نستخدم بيتول لو نستخدم قاصر لو نستخدم زاهي لو هذا الهايجن بالمواد الكيميائية هذه هي الحرب فمتى يتعلم الناس درسا بليغا عندما يتجاوزون القيم ويتجاوزون الإنسانية ويتجاوزون الرسالات السماوية وقبل هذا وذاك يتجاوزون الضمير الإنساني الذي لا بد له أن يكون حاضرا ليش أكثر من نصف الكرة الأرضية جاع وليش ثروات العالم كلها تمتلكها شركات وعوائل محدودة وليش هذا الإنفاق على التسليح وهذا الإفراط في الإنفاق الذي اليوم بإرادة إلهية عظيمة جعلها لا تقوى أن تحمي بعوضة ولا تحمي رئيسا كان بالأمس يقال عنه عظيما كل الإنجازات التي قدمتها العلوم البشرية والعقل البشري اليوم تقف في اختبار حقيقي أمام كورونا البعض يتحدث على أن كورونا هي بداية لحرب بيولوجية تتهم بها بعض الدول أحيانا يتهمون بها الأمريكان وأحيانا أخرى يتهمون بها الصين مرة تشهد عليهم ألمانيا ومرة يشهدون شهودا من داخل الولايات المتحدة الأمريكية ولكن خلص العالم اليوم لا يفتش عن شاهد اليوم العالم فعلا يحتاج أن يراجع نفسه والسلاح الوحيد اليوم في هذه المعركة أننا نأخذ موضعا دفاعيا أمام العدو المقابل لا نستطيع أن نخرج ولا نستطيع أن كما يسمي العسكر إعادة تموضع أو سياسة مسك الأرض كل اللي علينا أن نختفي من هذا العدو لأنه العلماء الآن والناس يقول وأصحاب الاختصاص يقول والطب يقول هاشتاك ألزموا بيوتكم حتى تحموا أنفسكم وهذا هو الآن الحل الذي توصل إليه العلماء أمام هذا الفيروس أنا متأكد ومتيقن ومدرك تمام الإدراك وهذا هو قانون الطبيعة أنه لا بد للعقل البشري أن ينتصر على هذا الفيروس ولكن قبل أن تنتهي هذه المرحلة لا بد للإنسان أن يتعلم ولا بد للإنسان أن يطيع ولا بد للإنسان أن يمتثل حتى يستطيع أن يحافظ على نفسه الخروج من المنازل وتجمعات واللقاءات الآن يجب علينا كل إحنا أن ننساها ما نفكر بيها الآن لأنه الإنسان أغلى ما عنده حياته وأغلى ما عنده عائلته أما اللي يخليها عليك يا الله ويطلع وشكو وليش وش راح يصير وشنو كورونا لا حبيبي هذا قد تكون أنت حياتك رخيص عليك أو قد تكون مستواك التعليمي أو تفكيرك أقل مما يجري الآن أنت الآن عندك عائلة والعائلة ممكن أن تكون أنت كورونا الذي يدخل إليهم فينويهم ينهيهم من حياتهم لا تتحول إلى قاتل من حيث تدري ولا تدري أما العراق وما يعيشه العراقيون اليوم فحالة تستدعي أن نقف عندها اليوم نحن جزء من هذه الحرب الكونية الكبيرة الحرب العالمية الثالثة هسا قلنا مرات ماكو ميزانية نشتري طيارات وماكو ميزانية نشتري دبابات وماكو ميزانية نتحول إلى علماء وماعدنا ميزانيات نبلط شارع وماعدنا فلوس تضطيها للفقير هسا الحرب العالمي حارب بقاصر وزاه وديتول طلع حتى قاصر وزاه وديتول ماعد يكفي وكمامات ماعدنا وجفوف ماعدنا اش وقت يصير عدنا اش وقت نتشارك مع الإنسانية بموقف اش وقت نرعى شعبنا رعاية حقيقية ما معقول الآن وزارة الصحة إلى الآن لم تستطيع ولم يرصد لها مبالغ بعد مرور أكثر من شهر على هذا الموت حتى تشتري أجزة التنفس ويخرج علينا آخرون ما أعرف إن كانوا يصدقون أم يكذبون أنه الخوف الآن كل الخوف من أنه المبالغ التي تخصص هي مبالغ قد تستخدمها شركات هذه الشركات عليها أكثر من علامات استفهام وعلى أهلها وعلى أصحابها أوامر قبط في الدول التي كانوا يعملون بها ما معقوله ما معقوله بهذا الزمن وبهذا الموت نحن ما زال الفاسدون فينا يأكلون ويتاجرون ترجمة نانسي قنقر